السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بالإخوة والأخوات الكرام فيديو جديد اليوم نتحدث فيه عن تفاصيل الوفاة المريبة لعقيد بالجمارك اللبنانية عاد انتجار بيروت الضخم الذاكرة إلى الوفاة المريبة للعقيد المتقاعد في الجمارك جوزيف سكاف الذي قضى في آذار 2017 وهو العام الذي تقاعد به وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من إرساله كتابا إلى مصلحة تدقيق والبحث عن التهريب التابعة لوزارة المالية وطالب فيه بإبعاد الباخرة المحمل على متنها 2750 طن من نتارات الأمونيوم إلى خارج الرصيف 11 في مرفأ بيروت وطالب بوضعها تحت الرقابة أي حمولتها وبحسب ما ذكر موقع العربية فقد استقل سكاف سيارته بعد سهر أمضاها وعاد إلى منزله في قرية بيت الشعار قضاء المتن وركنها في مرآب العمارة وحين فتح بابها وهم بالنزول حدث لهما ورد بعدها في تقريرين متناقضين لطبيبين شرعيين أحدهما أشار إلى أن كل شيء كان قضاء وقدر أما الثاني فأكد أن هناك من يقف خلف ما حدث له في آذار 2017 بالتحديد لأن الطبيب وجد كدمات برأس سكاف العقيد الذي تقعد بأوائل ذلك العام في جمالك مرفأ بيروت جارته المقيمة في الطابق الثاني أكدت لوسائل الإعلام منها صحيفة النهار أن زوجته ماري الحجار اتصرت بعد تأخره بصديقه الذي كان يشاركه السهرة فذكر لها أنه عاد إلى البيت ثم سارع وسلك الطريق الذي يسلكه العقيد لمعرفة إذا أصابه مكروه ولما وصل إلى موقف السيارة وجد باب سيارته مفتوحا وحين نظر إلى الأسفل راه مرقى على الأرض فصرخ وأيقظ جيران أطلوا من الشرفات ليجدوه منطرحا ينزفوا من رأسه أسرى أحدهم هو طبيب وأجرى ما تسرى من إسعافات لكنه لم يفلح بإنقاذه فمات سكاف بعمر سبعين وخمسين سنة هل زلت قدمه كما أشار التقرير الأول أم دفعه أحدهم رماه من ارتفاع ثلاث أمتار فتظر الرجاء على الأرض ورفض آخر أنفاسه لا جواب إلى الآن يحسم ما عادت إليه الذاكرة حاليا لكن هذه الحادثة ذكرت بأن سكاف كتب رسالة قبل ثلاثة أعوام من تقاعده ورد فيها ما قد يكون سببا بتصفيته بحسب ناشطي مواقع التواصل فقد كان يعمل دائما في مكافحة تهريب وآخر عمل له كان حين استلم في 2013 مهام رئاسة شعبة الجمالك بمطار بيروت الدولي وطوال ثلاثة أعوام وكتب العقيد جوزيف نقول سكاف لرسالة في شباط 2014 إلى مصلحة تدقيق البحث عن التهريب التابع لوزارة المالية وطالب فيها بإبعاد الباخرة روسوس المحمل على متنها 2750 طن من نطارات الأمونيوم إلى خارج الرصيف 11 في مرفع بيروت وطالب بوضعها تحت الرقابة أي حمولتها إن أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة حتى نأتيكم بكل جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة